الفنون القتالية هي مجموعة من التقنيات التي تستخدم في التمارين المنظمة والتي يستطيع الإنسان من خلالها اكتساب مهارات تمكنة من الدفاع عن نفسه أو المشاركة في العاب الرياضية مختلفة وأيضاً العديد أو الكثير من الصغار والكبار يفكرون أن يتعلمون رياضة الدفاع عن النفس أو ممارسة فن قتالي ما لكنهم بيعرفون شن الطرق الصحيحية لتعليم هذه الرياضة واليوم الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن أستاذيف الكابتن علي ناصر مدرب الفنون القتالية وأيضاً لاعب منتخب شباب العراق في لعبة تايك واندو صباح الخير أستاذ علي صباح الخير طبعاً اليوم نورتنا بوجودة كويانة شكراً أريد نعرف أول شيء تعرفون الفنون القتالية شنو تعرفين طبعاً الفنون القتالية هي لعبة لممارسة الدفاع عن النفس فنون القتالية يعني نعرف شن نقدر نتحكم بأعصابنا شن نقدر أنه رحنا ندافع شن نقدر نهاجم يعني هي لعبة تشمل الفنون القتالية التايك واندو الملاكمة الكاراتية الجودو يعني كثير من هاي اللعبات هاي الألعاب هي شن نقدر رحنا ندافع عن نفسنا بعيداً عن السلاح يعني هي فوائد حنا نقول فوائد تعلم الفنون القتالية مثلا الدفاع عن النفس فقط هي أكيد للدفاع عن النفس يعني بس ماكو بيها غير شيء ماكو بي أي فوائد تكون لا أكيد نعرف شنو فوائد هالعاد طبعاً بيها فوائد جداً يعني كل شو هاي الفوائد من الفوائد المهمة أنه هي تطفد ثقة للشخص اللي مارس الفنون القتالية تطفد دافع تطفد قوة للشخص تنمي العضلات الجسم الإنسان اللي مارس الفنون القتالية جداً مهمة يعني بهوائد أكثر من الأكثر الرياضات المهمة هي الفنون القتالية بس نعرف عندك اليوم كابتن شن العمر المناسب بتعنيم هاي الفنون القتالية طبعاً العمر المناسب هو يعني من كل صغار يعني من ستة إلى سبعة إلى خمسة خمس سنوات تقريباً نعم كابتن طبعاً يقولون أن الطفل اللي مارس الفنون القتالية يكون أكثر عدوانية فعلاً هذا الكلام؟ لا هذا حسب شخصية المدرب وحسب المدرب شوني قدر يوصل ل لعبة الفنون القتالية والشوني علم شوني دافع عن نفسه لأن احنا ننطيهم في الثقافة يعني أول شيء احنا مو بس ندربهم احنا لا نوصلهم في الثقافة ونعلمهم شنو شنو هي الفنون القتالية يعني شون يقدرون هما يدافعون عن نفسهم يعني ما نعلم أنه هو يهاجم لا نعلم أنه هو بس يحاول يدافع عن نفسه ويحاول أنه يقوي جسمه ويقوي عضلات جسمه نعم طبعاً هاي الصور نشاهدها هاي تعنيم الأطفال اي هاي يعني كان جانب التدريبات والمهدات التدريبية يعني عندك يعني نقول نحنا هواية مجموعة من الأطفال مثلا تعلمهم على الفنون القتالية يدخلون محيش تستقبل أنت مجموعة كبيرة من الأطفال لو تشوف هاي مثلاً الرياضة أو الفنون القتالية ما يجون عليها هواية مثلاً من الأطفال أو الكبار لو تشوف يعني قبال عليها يكون لا طبعاً حالياً من الأهل أنه قاعد يدزون أطفالهم مارسة الفنون القتالية يشوفوها في وسيلة للدفاع عن النفس يعني من الرياضات المهمة يعني اللي هي تفيد الإنسان اللي يجي مارس نعم كابتن علي كل أنواع الفنون القتالية تقدر تعلمها للطفال أنا تقريباً يعني دخلت الدورات التدريبية نعم التدريب الفنون القتالية بصورة عامة يعني ندربهم مثلاً عن الملاكمة وعن الكاراتي وعن التايكواندو حصص كلها تدريبية كلاسات خاصة نعلمهم نوصلها لهم نفس الوقت نعلمهم اللياقة البدنية لأن اللياقة البدنية جداً مهمة لكل رياضة نقدر نمارسها لازم تكون لدينا فد لياقة بدنية وقوة لنقدر نمارس هذه الرياضة نريد نعرف أي الرياضة هي الأصلحة تكون للأطفال في تعليم الفنون القتالية أي رياضة تقدر تستخدمها بالبداية؟ هي ما أكو فد رياضة محددة بالبداية طبعاً الطفل هو فد أساس أي طفل أو بيتش عمر صغير هو أساس شون نقدر أنه نوصل لهذه الرياضة شون نقدر أنه يتقبل هاي الرياضة أكو أطفال بداية التمارين الرياضية أنه ما يتقبلون رأسنة العنوف ورأسنة الضرب نحن نحاول أنه بدايتنا أنه نوصل له فكرة أنه نعلمه نثقفه رياضياً نعلمه شنو الرياضة شنو الفنون القتالية خليه حبها أكثر بعدين نبدأ أنه نحن تدريجي نصعد رينج الشوقت أنه نوصل له القتال ونوصل له التاتش اللي يصير بيناتهم والعنوف والضرب نعم نعم نحن مثلاً نسامعين إذن أنه نقول مجموعة من الرياضة مثل كاموال الأجسام أو رفع الأوزان الثقيلة هاي عادي مثلاً إذا واحد يفوت بيها من عمر نقول بعد عمر البلوغ أو المراهقة بس اليوم الفنون القتالية لازم يكون هو طفل يتدرب ما يكون مثلاً ما يصير هو مراهق أو نقوله فترة البلوغ يعني تقريباً هو لازم علمون شنو يبدي إيدي يتعلم أكثر لأن هي فد موسوعة أو فد عالم آخر الفنون القتالية يعني لازم يكون هو طفل يتعلم هالرياضة؟ يعني هي تقريباً لازم لأنه يعني شنو يقدر يتطور أكثر بسرعة لأنه نحن يوصل لسن الشباب أنه لازم يصير بطل أو يصير لاعب شلون قابل هو يصير يعني بفد من المراهقة أو سن البلوغ عن مدهوم من الزغر هو تبدي ويهاي الرياضة بداية نتعلم شنو فتح الحوض اللي هي يقوم يعني يفتح 180 من عمره صغير تكون عضلاته يعني راخية ويقدر أنه يفتح مثل ما يكبر شوية شوية راح تبدأ تنشد وتقوم يعني بيافة صعوبة يعني تنفتح رجلي نعم نعم فهم يجون يمارسوها بعمار صغيرة على مده يعني يقدر يتطور ويا الرياضة على مده يصير عمره تقريباً عشرين إلى 22 سنة راح يقدر شون يعني يشارك فبطولات ويشارك كل ما يكون سنة أصغر وكل ما أتعلم أكثر راح أستفاد أكثر راح أطور نعم كابتن علي يومر نعرف شو المواصفات اللي يمتلك هالطفل حتى يقدر يدخل فينهم قتالية أكون صفات معينة للطفل ما أكبر مواصفات معينة يعني للطفل على الموضوع يشارك قلت لك شو حسب المدرب شون يقدر يوصل للتمرين وشون يقدر هو مثلا يتقبل هذا الشيء كالطفل يعني ما أكبر مواصفات بس نحن نشوف أنه أهم شيء العقل يعني عقل أنه يستوعب التدريب مالتنا يستوعب اللي احنا ذن قدمه من أن يشوف أنه هدي يستوعب يحي يتطور أكثر نعم كابتن علي طبعاً ما حسنا تحدثنا عن الأطفال خلين نيجو على الشباب نقول لشباب اللي يتقن الفنوان القتال يكون وزنه 50 يقدر يتغلب على شاب يمارس كمال إسام وزنه تقربي 100 كيلو راح يتغلب علي طبعاً لأنه تعرفين الفنون القتالية هي أساس الدفاع عن النفس نحن ما نريد نشوف منافسة بين الوزن الـ 50 ووزن الـ 100 لا يعني بصورة عامة للاعب الفنون القتالية كلما يكون هو مثلاً بوزن 50 أو 60 هذا الوزن رح يكون خفيف ورح يصير عنده ميزات قوة وسرعة وخفية فمن يقدر يمارس الفنون القتالية رح يقدر يتغلب على الشخص المقابلة يعني تتسوي مقارنة بين الفنون القتالية والكمال الإسلام الكمال الإسلام هي لعبة اللي بناء عضلات الجسم نحن نشوف رأينا نقول إنسان شخص مثلاً ضخم أو يمتلك عضلات أو كذا فيكون وزنة أكثر فنحن نحسن أنه الضخم يقدر يقاتل أكثر من الوزنة تقريباً 50 قلنا بالفنون القتالية بس أنت قلت من المفروض يعني عادي يقدر يتغلب اليوزنة 50 هيا ما لها دخل هيا تعرفين اللعب كمال الإجسام هو يعني شون ديبني عضلات جسم نعم بس ما يعني شون ما متدرب على الدفاع عن النفس ما متدرب على القوة وشون يضرب وشون يدافع ممثل اللعب الفنون القتالية هو مسويتاتش وهو مغروب وقعد يضرب فهوية يعني ليتعلم ومن يجي يمارس الفنون القتالية لا يعني تختلف جذرياً بين الملاكمة كمال الإجسام والفنون القتالية كفد اختلاف يعني طيب اليوم رأينا في شون مضار الفنون القتالية أو مساوئها بشكل خاطئ إذا تعلمناها احنا في شكل غير صحيح ش رح يكون مضارها على الشخص طبعاً الفنون القتالية بها فد فوابط نقدر نمارسها يعني فد يعني لازم أنه أكفد أحماء قبل التمرين نعم الصورة صحيحة هذا يسر إذا ماكو أحماء قبل التمرين مو بصورة صحيحة رح يسر سبب إصابة طبعاً الإصابات لرياضيين تعرفين رياضية أقل إصابة لازم يقعد يعني إذا يقعد أسبوع أو يقعد عشر تيام وعشرين يوم هاي تأثر عليه يعني باللعب وتأثر على مستوى وتأثر أيضاً نفسياً عليه فإحنا لازم أنه يعني الشغلة المهمة عندنا أنه نحاول نتفادى الإصابات نحاول أنه أكثر شيء نبتعد عن الإصابات ما ننصاب الإصابة يعني هي اللي يتأثر على اللعب وهي اللي يتأذي اللعب أكثر شيء نعم كابتن عالي طبعاً نحن أعرف بك أنت عندك عديد من المشاركات في مشاركات محلية وأيضاً دولية بس اليوم أريد أعرف من عندك أنت ليش اختارت الفنون القتالية تاي كوندو أكيد ليش اختارتها من بقية كل الرياضات طبعاً أنا لعبت بدايتي أول ما بديت شنت عمر ست سنوات تقريباً لعبت كاراتي في النوقت تالي الدفاع ست سنوات لعبت كاراتي نعم بديت أخذت أحزمة الدرجة هي بها أحزمة الدرجة وصلت الحزام الأسود شاركت بطولات هاي بسوريا بأي عمر وصلت الحزام الأسود؟ تقريباً كان عمري 9 سنوات إلى 10 سنوات أخذت الحزام الأسود الكاراتي بعدها كنت في سوريا بديت بديت أنه يعني لعبت بطولات محلية بسوريا حمد الله يعني قدرت أحصل على بطولات هناك رجاءة العراق ما كان أكوفت يعني قليل أكو كاراتي نعم فلقيت التايكوون دو هاي الألعاب إنه هي الكاراتي والتايكوون دو بيها كل اللعبة بيها فاتقوانين خاصة بيها إنت لاعب نقول متخب لعبة التايكوون دو نعم متخب باسم شباب العراق نعم قلت له كأوني بعدها رجعت مارست التايكوان دو ب Skyhmi كل لعبة بيها فالضوابط وبيها95 قوانين خاصة بيها نعم شوية شوية بدي أخذت الحزام الأسود لتايكوان دو بعدها شاركت في بطولة العراق حصلت على المركز الأول بالتايكواندو بأي سنة؟ تقريباً كانت 2015 نعم 2015 قلت شون عملك تقريباً 2015 متى أذكر تقريباً يعني 18 سنة تقريباً عمو حلو بعدها حصل دخلت دورات تدريبية تدريب اللياقة البدنية والفنون القتالية بصورة عامة أنا دخلت دورات أخذ الشهادات التدريبية تدريب اللياقة البدنية تعرفين هنا بالعراق خاصة المجتمع أن اللياقة البدنية فد شيء جداً مهم لكل رياضة أكيد بس ما عندنا فد دعم شون أهميتها؟ يعني لتطيق شون إحنا نقوّر يعني سرعة لنا قوة وسرعة ومرونة وكل رياضة نمارسها يحتاج لها قوة ويحتاج لها نفس يعني لازم أول شيء ندخل اللياقة البدنية ندرب على اللياقة البدنية كل رياضة كل رياضة لازم نمارسها أنه نحن تكون عندنا فد لياقة بدنية نعم اللياقة البدنية طبعاً جداً مهمة دخلت بها دورات تدريبية الحمد لله وشكر قدرت أدمج بين اللياقة البدنية وبين الفنون القتالية يعني قمنا نسوي لكلاس مالتنا مال تدريب أنه يوم لياقة بدنية ويوم لا فنون قتالية يعني ملاكمة يوم كاراتية يوم تاي كوندو فالحمد لله صارت في يعني شون يعني فتخليط جداً صار في تطور كل ش حلوب نعم كابت بالتدريب نعم كابت وبدأوا يتقبلوا الناس يعني الأطفال أو النساء أو الرجال بالتدريب يعني من دي يتطورون أكثر من بهذا الكلاس اللي قاد نطيحنا أيوم تذكرت أكون نساء وأطفال وأيضاً أكون رجال نعم في رجال أكو بسرين يوم يوم فإحنا اليوم أكون نساء تدخل الفنون القتالية بالعراق طبعاً نحن ليش يدريد أن نسوي تفرقة بين الرجال والنساء لا نعم نسوي تفرقة باز نقول يعني هاي الرياضة تكون يعني هنا بلا خاص مجتمعنا قليل من النساء مثلاً يروحون للفنون القتالية نشوفهم صح نعم صح نحن من خلال قناتكم نحاول أنه نوصل رسالة أنه رياضة ما بيهفد جنس معين أنه رياضة بيهفد النساء تقدر تمارسها تقدر تمارسها الرجال يقدر يمارسها شاب يقدر يمارسها مثلاً عمر 60 سنة أي شخص يقدر يمارسها عمر أربع سنوات نعم فإحنا نحاول نوصل رسالة أنه بمجتمعنا خلينا نتقبل الرياضة للنساء شو الفوعدة طبعاً نعرف شو الفوعدة تفرقة للنساء تطيها يعني تعرف شو طريقة الدفاع عن النفس تعرفين أنت شارع كل شوي هؤلاء ناس مثلاً يعني تريد تأذي أو تسوي شي فحأكو بني تمشي واحد تقدر تدافع عن نفسها تعرف شو تدافع عن نفسها تعرف شو مثلاً تطيها في الثقة بنفسها من تطلع تروح أماكن خاصة أو شي هي جداً مهمة أول شيء تقوى عضلات جسمها مكالمة تروحية مثلاً تلع يعني بالجيم تمارس لا تمارس فنون قتالي بنفس الوقت رح يصير عندها شون يعني جسمها رح يكون اللي تريد اللي تريد بجسمها مثلاً العضلات وشي بنفس الوقت رح تطيها ثقة بنفس الوقت رح تتعلم هؤلاء شغلات بالفلوم القتالية كافتاً هاي بالنسبة للنساء سأخذ نجعل أطفال أريد أعرف شنو أصغر عمر عندك اليوم مشترك بالفلوم القتالية أصغر عمر عندي تقريباً أربع سنوات أربع سنوات يعني عمر أربع سنوات ودخل في القتالية أربع سنوات يعني تقريباً ثلاث سنوات ونص بدأ يتعلم بالبداية كان جداً يخاف من عندنا وما يقبل يأتي وراها شوية شوية لا بدأ يتطور ويتعلم وصار أحسن من اللي ست سنوات والسبع سنوات أكبر من عمره علمناه من البداية على الانضباط والالتزام بالوحدة التدريبية نعم حتى بداخل التدريب وخارج التدريب من يتطلع شو فيه فد منضبط وملتزم هو تقريباً من تباعين علي عمره أربع سنوات نعم يعني شوفه أفضل شخص أو أفضل مشترك يخلك أنت حالياً ايه يعني نطور بسرعة وحاولنا أنه نطور أكثر لأنه نشوف أنه شخص بيستوعب وعمر صغير أعتقد أنه أكو هواي أشخاص موهوبين فإحنا نحاول أنه يعني نعودهم كأبطال يعني نلعبهم ونسويهم أبطال بالمستقبل طبعاً يا مثلي ذكرت أنك هو أطفال مشتركين يا مريض نعرف أكو في الطفل أو أطفال من اللي دربتهم أنت تشوف بي بطل يكون المستقبل في العراق إيه أكيد يعني أكو أكو ثنين أو ثلاثة بس هؤلاء لازم يعني نبقى فوقهم ونقدم لهم الدعم إحنا كمدربين تعرفين الأهل والمدرب لازم يكون فوق اللاعب يعني دائماً ويا يعني يعلموه حد ما يوصلوه والحد ما هو مثلاً 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 نعرف الأخطاء أنا كمدرب أعرف شنو الأخطاء وأعرف شنو الشغلات اللي اللي من يوصلها اللاعب خليه يتفادها ويبتعد عليها نفس الوقت الأهل لازم ينطوفد وقت لازم ينطوفد دعم لازم يشجعوه نعم على موضي نقدر نكمل ويوصل يعني فتشي بالمستقبل نعم كابتن كابتن طبعاً رغم صغر سنك بسنت نشوفك يعني ناجح بهذا المجال شلو السر النجاح والله السر النجاح أنه أنا قلت لك بديت بأول شي كان عمر صغير بديت بي بنفس الوقت حاولت أنه أبقى بهاي اللعبة أستمر ظليت أصر رغم الإصابات رغم رغم إصاباتك مثلاً أهلك أو أولياء أو أولياء أمرك والدك ما نصحوك بأن ترك هذه الرياضة التي نشوفك دائماً تواجه إصابات هم أكثر شي يعني أحاولوا أنه قدموا لي الدعم ويشجعوني بهذه دعموا؟ أي أكيد دعموني لأنه يشوفون أنه أنا قاعدة أطور بأمر صغير نعم يعني جوز باتشار أو يقولون يصير ورح يتعلم ورح يشعون ويلعب منتخب وهي شي الحمد لله وشكر دعموني ووصلوني لهذه المرحلة يعني قلت لك الإصرار وتفادي تفادي الإصابات اللي وقعت بها نعم الحمد لله وشكر يعني زينا لو تشوف نفسك أنت وصلت الطموحك اللي تتمنى لا أكيد أي شخص أي شخص أريد إذا شوف نفسك يتطور موقفة ثقف محدد أنه يقدر يوقف عنده نعم الجوز يعني عندي هواية أهداف عندي هواية طموحات أريد أوصلها إن شاء الله نعم نعم نريد نعرف شنو تحتاج فنون القتالية في الأراق حتى تكون بالمستوى المطلوب طبعا يحتاج إلى أكثر شي الدعم الدعم المعنوي أكثر من المادي الناس من الأهل من المدربين من الناس المعنيين الدعم جدا المهم المعنوي لأن هذه لعبة تشجيعية ولعبة يعني تقدم أنت كل ما عندك من خلال يعني أنت اللي تقدم لعبة فردية هي أنت اللي تقدم هو اللي راح يبين هو اللي راح يبرز فلازم يكون بها فالدعم معنا وجدا مهم ودعم أكيد المادي نحتاجه بكل مكان نعم بس يعني إن شاء الله بالمستقبل نشوف فالتطور يصير بهذه اللعبة كفنون قتالية بصورة عامة بالعراق نعم نعم كابتن علي رد نصائح أخيرة للي شوفنا إذا كانوا رجال أو نساء أو أطفال اللي يحب يتعلم الفنون قتالية طبعا أول نصيحة أقدمها إلهم نعم أول بداية ممارسة الفنون القتالية إنه يحاولون أنه مثلا يعني وين المدرب يكونون يعني الشيء مثلا يتواصلون وين المدرب بصورة صحيحة بنفس الوقت يلتزمون بالأكل ويلتزمون بال يعني نعمون في مدة معينة يعني أكل وراحة هذني جدا مهمات بالفنون القتالية يعني هواية أكو نصائح نقدر نقدمها لهم يعني بالفنون القتالية لأنه يعني فد لعبة راح توصلك الفد فد معين راح توصلك الفد ثقف يعني ما حتفكر أن أنت توصل إليه نعم كاتن طبعا نشكر وجودك ويانا ونورتنا أكيد راح نستضيفك باقي حلقاتنا ويارب نشوفك النجاح النجاح الدائم مشاهدينا وصلنا وياكم إلى نهاية فقرة الحوارنا الصباحي وأكيد مكمين معكم بعد الباصل